يسعدنا مشاهدين أن نرحب بضيفنا ويكون معانا صراحة الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط وشخصية اقتصادية جدا فبه مساك الله أبو خير دكتور مشكوة طالع موك الله يسلمك يا رب شكرا على استضافتي حيا تشارك في هذه القناة المتميزة الله يسلمك إن شاء الله في هذه القناة المتميز ما قصرت الله يحبك دكتور بداية المعهد العربي للتخطيط نبنعرف بالضبط شنو دوره المعهد العربي للتخطيط هو منظمة عربية متخصصة في التخطيط الإلمائي وإدارة التنمية ويختص بتقديم الدعم والمساندة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية العضاء بما فيها دولة الكويت اللي هي مؤسسة المعهد والمعهد إنشاء باتفاقية دولية نحن اللي أسسنا المعهد هذا الكويت نعم ممتاز الكويت أسست المعهد بالتعاون مع الأمم المتحدة في إطار اتفاقية دولية نعم وهذا كان في إطار جهود الكويت منذ الستينات ما شاء الله في دعم التنمية في المنطقة العربية ودور الخيري اللي تلعب الكويت واللي توج يعني بالكثير من المشاهد في تاريخ الكويت وآخرها حضرة صاحب السمو كقائد الإنسانية والكويت كمركز للعمل الإنساني وهذا بدأ العمل هذا مبكك في تاريخ الكويت العمل غيري والعمل الإنمائي فعندما أنشئ الصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية عشان يقدم تمويل إنمائي نعم للعالم العربي أيوة لكل الدول نامية نعم أنشئ المعهد العربي عشان يقدم خدمات إنمائية غير تمويلية نعم مثل شنو دكتور؟ يعني المعهد العربي أول شي يقدم برامج تدريبية في بناء القدرات وهو يكاد يكون يعني المتخصص الوحيد في المنطقة العربية في تقديم برامج تدريب في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية نعم في السياسات سياسات المالية سياسات النقدية سياسات الإثمار استثمار نعم في أسواق العمل التنمية البشرية على مدار العام؟ نعم يقدم برامج على مدار العام لكل الدول العربية بما فيها الكويت وكذلك على مدار العام أيضا ينفذ برامج تدريبية في كل الدول العربية وهي مجانا؟ يعني نفس طريقة صندوق الكويت لتنمية؟ أو فيها رسوم الكويت لا مجانا لكن المعهد العربي تساهم في تمويل الكويت 47% تقريبا وتساهم في الدول الأخرى بعد ما انتقل من مؤسسة كويتية إلى مؤسسة عربية وفي هذا التمويل وبموجب هذا التمويل يتكفل المعهد بتغطية تكاليف جميع المشاركين في البرامج التدريبية عندنا ويملك المعهد كل المغافق المطلوبة بما في ذلك فندق خاص في المعهد مزود بكل الوسائل وكل الإمكانات وبالتالي المتدرب من الدول العربية يأتي يسكن فيه يأتي ليرى مؤسسة متكاملة يعني ضمن ما عرف عن الكويت من سمعة فيه جيدة في كل مجال وتستفيد من الدول العربية بشكل كبير وهناك إقبال يعني كبير خاصة بعد النقل النوعي اللي عملناها في المعهد خلال أربع خمس سنوات الماضية واللي شملت كل نظمة وشملت مباني المعهد ومغافقه وإمكانياته بما في ذلك ومنه اللي ينفق عليه منه رأس ماله شنون ميزانيته المول بميزانية سنوية من قبل دولة الكويت نعم إذن أفوان هو هيئة مستقلة لا يتبع وزارة ولا يتبع هيئة مستقلة منظمة عربية مستقلة ولها ميزانية خاصة نعم وتمول من قبل الدول العربية الكويت هي الممولة الأساسي وهي المنشئة وهي تقدم خدماتها لكل الدول العربية في مجالات التدريب في مجال دعم المؤسسي في مجال الخدمات الاستشارية ونشر ثقافة التنمية وفي تقديم النماذج في التعليم في التنمية في التنوع الاقتصادي في المجالات التي تتطلبها الدول العربية في شأن التنموي الخاص فيها العام الماضي تقريبا تدرب حوالي 4800 متدرب من كل الدول العربية ونحن حريصين دائما على أنه نقدم برامج تدريبية متقدمة وصدقني أنه هذه البرامج التي تتقدم على كفاءة وعلى جودة عالية من حيث تركيزها على تزويد المشاركين والمدردين بالقدرات والمهارات المطلوبة في معالجة أوضاعهم التنمية وتعرف اليوم أهمية هذه البرامج لا تنبع فقط من كونها تركيز على الجودة وإنما من كونها أيضا أنه هناك حاجة ماسة في الدول العربية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية نبي إنجاز ملموس دكتور إنجاز كذي ملموس في أحد الدول العربية يعني استفاد بدرجة كبيرة من المعهد كل الدول تستفيد كل الدول العربية مشاركة في هذا المعهد دكتور باستثناء المملكة العربية السعودية والجزائل وهناك محاولات لانضمام المملكة العربية السعودية ومجزائل ما يعني في أسباب غير معروفة هذه دول وقرارات سيادية تتخذها الدول للمشاركة لكن المهم إن هناك متدربين حتى من السعودية وحتى من الجزائر الدولتين غير العروتين ولذلك يعني هذا يبين لك الإقبال الكبير على البغامج التدريبية وعلى الطلب الكبير الذي تتقدم فيه الدول للمحد لتنفيذ بغامج تدريبية وحيانا هذه البغامج تعالج اختناقات مهمة فعلى سبيل المثال في عمان في عمان الضمان الاجتماعي بدأت فاتوخة تثقل المالية العامة وبدأت تتنامه وبالتالي كان هناك توجه نتيجة الزيادة أبناء الضمان الاجتماعي هناك توجه لدعمهم وتوجيههم إلى سوق العمل وإلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها وكهو قدمنا برنامج متكامل بدأنا فيه منذ فترة في دعم مؤسسي والاستشاري وفيه برامج تدريبية لأبناء الضمان الاجتماعي لتحفيزهم للذهاب لسوق العمل فهذه المداخلات والاختناقات معالجة الاختناقات هذه كثير تستفيد منها الدول العربية يعني مؤسسات من هذه النوع ما تحل مشكلة التنمية في المنطقة العربية مشكلة تقضية التنمية تقضية معقدة وترتبط بملابسات يعني هذا جزء من خدماتكم إنما هذه جزء نقدمها من الخدمات وإحنا حريصين وأنا حريص يعني إنه نحن ويتارغت ويتارغت أشياء نستطيع بالفعل إنه نقدم فيها تغيير مالذي نموذج ونحدث فيها تغيير ونقدم فيها بايلوت مادلز لنقول كمثال بأنه بالإمكان إنه نقوم بشيء وأعطيك على سبيل المثال مثلا في المجال الاستشارات الآن لما تشوف المنطقة العربية تعج بالاستشارين العالمية وأيضا تعج بالمنظمات الدولية واليون دي بي والبنك الدولي وأسعارهم غالية وأسعارهم غالية ومكلفة نعم ولا يفهمون المنطقة ولا يفهمون المنطقة يعني وأنا استطيع نضرب لك العديد من الأمثلة اللي نستطيع نتحاور معهم فيأتون بأولويات مثلا من دولة مثل إمن ويحطون لك الكلامت تشينج على غأس الأولويات والأمور هذه يعني لا يفهمون المنطقة دفعنا ملايين على الاستشارات هذه توني بلير المؤسف أنه معظم الدول الخليجية الدول العربية تنفق كثير على الاستشارات لأن هناك ضعف بين في الإدارة العامة وهذا الضعف البين لم يأتي من فرغ إنما جاء نتيجة تراكم سياسات في تكوين الإدارة الحكومية وتشكيلها وتطورها وتحول الإدارة الحكومية إلى المشقل الرئيسي للعمالة الوطنية من ما ساهم في مزيد من تغهلها شكلة الإدارة عندما تأتي الحكومات العربية لتنفيذ برامج تنموية لا تجد أدوات تساعدها ولا تجد رأس مال بشري كفء وقادر على أن يتقدم ويذهب فيها وأنا أفهم إذا نحن في تجربة التنمية العربية خلال الأربعين خمسين سنة الماضية يعني إذا كانت المشكلة أننا نحتاج استشاغيين في نانو تكنولوجي أو في الطاقة المتجددة أو غيرها أنا أفهم أن هذه تقنيات عالية وتحتاج خبارات عالية لكن تجد أنه يقدمون خدمات استشاغية لبيع أمور نستطيع القيام فيها وهذا وحدة من التاركتز اللي أنا كنت أحاول أقول فيها أنه نستطيع أن نقدم فيه خبرات وحلول وفهمين المنطقة وفهم في المنطقة أفضل من الاستشاغي وحصل أنه نافذنا في بعض الدول بعض الاستشاغيين العالمين في مجال مثل إعداد الخرائط الاستثمارية وهذه قضية الخرائط الاستثمارية قضية في غاية الأهمية الآن لا يمكن أن تسجل تقدم وتخطط وترى اقتصادك الوطني بقطاعاتها المختلفة وتحفز فيها الاستثمار بدون أن تكون عندك خارطة الاستثمارية خارطة الاستثمارية هي رودماب تشتغل على أساسها نعم خارطة طريق جميل طلبت منكم الحكومة الكويتية من قبل الاستشارة من المعهد طبعا عندنا علاقات وثيقة أولا في مجال التدريب نحن ندرب سنويا في حدود 1300 إلى 1500 موظف مدراء دوائر ومسؤولين نعم وأول بداية كنا ندرب نحن وجامعة الكويت جامعة الكويت تاخذ في حدود 800 ونحن ناخذ 1200 بعدين تبنينا الموضوع وصرنا ندرب في مجال التخطيط الإنمائي وأيضا دربنا وضعنا برنامج تدريبي لوزارة الإسكان سنة كاملة في مجال إعداد وتنفيذ المشاريع والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البرامج والمشروعات الإسكانية نفذ على فكرة برامج حتى لوزارة الداخلية يعني السنوات الماضية نفذ في كل الوزارات على فكرة يعني الوزارة الداخلية من الأجهزة التي تعتم بالتدريب وتركز على التدريب ليس التدريب الشرطي والأمني وأنما التدريب الذي يختص بالتطوير الإداري وتطوير الموارد البشرية وكل الأمور ما شاء الله أدواركم كثيرة في المأهد العربي للتخطيط فاصل وبنكمل حوارنا إن شاء الله كاملين حوارنا مع ضيفنا الدكتور بدر عثمان مالالا مدير عام المعهد العربي للتخطيط دكتور خلننتقل إلى مشروع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة حاليا الكويت عندها توجه لدعم مثل هذه المشاريع وأنتو كان لكم دور في دعم هذا الصندوق المشروعات الصغيرة ومتوسط الحقيقة بدأت تكتسب أهمية في الكويت هنا مع تشجيع القطاع الخاص مع مبادرة صاحب السمو في قمة الكويت في 29 لكن التطورات الخاصة بالمشروعات الصغيرة تعود إلى الثمانينات والسبعينات مشروعات الصغيرة ما هي شيء جديد بل هي مرتبطة بأي اقتصاد وجودها ودورها لكن هاي ممكن تغير مفهومها بالنسبة لنحن بالكويت وشبابها تغير إدارة القطاع المشروعات الصغيرة وتغيرت فلسفتها ومفهومها صاروا الناس يتقبلونها أكثر كان هناك خوف من الخوض في المشاريع الصغيرة في الكويت لكن الحين الشباب ما شاء الله صاروا منفتحين أكثر عليها هي المشروعات الصغيرة عماد كل اقتصاد منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الاقتصاد لكن بدأ الاهتمام وتنامى في المنطقة العربية ومع مبادرة حذرة صاحب السمو في قمة الكويت وكانت لها زخم كبير في المنطقة العربية والحقيقة بدأ اهتمام كبير وأيضا صدر القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة بإنشاء الصندوق لأنشئ أعتقد صدر قانونة بـ 2013 قبل لا يصدر القانون أنا تقدمت بوثيقة في المجلسة على التخطيط وأعتمدت في الوثيقة في الخطة الثالثة الخطة السنوية الثالثة من الخطة الأولى وكانت ترتبط هذه الوثيقة بقانون الصندوق وكانت تركز على أنه ينبغي أنه لا نذهب فقط بالتمويل وإنما ينبغي كذلك أن نبني القدرات وتكون عندنا فكر متطور وفلسفة ورؤية وصار على هل فعلا تم تدريب وتكون عندنا رؤية ما دقي عنهم أنا لكن أنا لما شفت أن المبادرة ما أخذت من جانبهم يعني إحنا قمنا أنا بدأت بإنشاء المركز الأقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا المركز هذا حلو يقدم خدمات لكل الدول العربية ويقدم 24 برنامج تدريبي للمبادرين ويقدمهم للمؤسسات المشرفة على القطاع وللمؤسسات التمويل بمختلف مستوياتهم لتدريبهم وكذلك يقدم المركز خدمات استشارية على درجة عالية من الأهمية منها مثلا على سبيل المثال عندما طلبت من الحكومة الأردنية أعداد الخارطة الاستثمارية للأردن كان الشرق الخاص في المشروعات الصغيرة مهم جدا بالنسبة للإخوان في الأردن وطلبوا أن يكون جزء من الخارطة الاستثمارية يركز على أوضاع المشروعات الصغيرة وسبل تقويتها وتعزيزها وقمنا بالعملية وكذلك الآن نقوم برسم خارطة استثمارية للمشروعات الصغيرة كذلك في ضفار وتربط هذا المركز بالدول العربية إلاقات قوية ويقدم برامج تدريبية منها برنامج تدريب المدربين في المشروعات الصغيرة وهذا البرنامج ينفذ بتمويل من الصندوق العربي ويعطي دبلومة مدة شهر ممتاز نفذنا في عمان وفي البحرين وفي السودان وفي الأردن نفذنا بالكويت هناك نشاط في المشروعات الصغيرة الآن نحن بالكويت محتاجين أن نستعجل في هذا الموضوع ونتقدم أكثر ونسرع أكثر ولذلك لأن الموضوع على درجة عالية من الأهمية والحساسية فإذا كانت أوضاع الغطاع الخاص بالطريقة هذه وكانت الإدارة الحكومية تستحوذ أو هي المشغل الرئيسي للعمالة الوطنية 80% وهناك أعباء مالية كبيرة تتولد عن هذا الوضع وتضغط على المالية العامة وترهقها ونحن بحاجة ماسة إلى ضبط الإنفاق الجاري اللي يشكل منه تشكل منه الإجر وغواتب بالنسبة الأكبر في ظل هذا الوضع يبرز دور المشروعات الصغيرة كقضية استراتيجية ومهمة في إطار جهود الإصلاح المالي والاقتصادي اللي ينقوم فيها ولذلك ينبغي التركيز عليها ولا ينبغي فقط النظر للمشروعات الصغيرة على أساس أنها ينبغي أنها تساهم بالإبتكار وتعزز نبيها مصدر دخل نبيها مصدر توظيف الشباب كبير ونبيه الاندفاع فيها بأقصى حد وتوفير المتطلبات اللازمة لها وتوفير التمويل اللازم دون تأخير لأنه عندك خريجين وقادمين جدد لسوق العمل سنويا يفوقون 35 ألف أبو الدكتور يعني هذا يحتاج إلى تعليم قوي يعني هل لكم أنت أيضا دور في التعليم؟ طبعا يعني التعليم يكاد يكون هو كتعليم يعني التعليم أنا ودي أعرف تقييمك للتعليم بالكويت حاليا والله مو تقييمي أنا تقييم جودة التعليم نعم تقارير جودة التعليم أنا في تقديري أنه نحتاج الكثير من الإصلاح والإصلاحات في قطاع التعليم وقطاع التعليم العالي يعني في قطاع التعليم العالي في مؤشرات جودة التعليم 96 أحنا أعتقد أو شيء الأوضاع التعليم 96 نسبة إلى من 140 دولة في مؤشرات جودة التعليم تقريبا بالأخير أحنا نسمع لا لا متأخرين نعم يعني أنه إحنا الكويت بذلت جهود كبيرة ودفعت مبالغ كبيرة وجمع بالضبط وهناك انفاق عالي على التعليم بالضبط وتكاليف التعليم عالية مو دكتور يقال بأن على مثلا الطالب قول متوسط يعني تنفق عليه الدولة سنويا أكثر من إذا وديتها مدرسة خاصة بالكويت يعني الانفاق عالي دعنا نقول وإن تكمن المشكلة نعم تكمن المشكلة أن الدولة لم تقصك في موضوع التعليم منذ من نشأة التعليم من ناحية المغلقة من ناحية الماضية لكن كل اللي أنفق تعالي التعليم سجل نتائج حقق نتائج ونتائج لا بأس فيه يعني موضوع تعميم التعليم وصل مية بالمية كل المؤشرات الخاصة بالتعليم سجلت لكن استمر في خط مستقيم ما صاعد الدكتور لكن لما تأتي لجودة التعليم صحيح في مرحلة تاريخية من مراحل تطورك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي قياسا بالمحيط القليمي والمحيط العالمي وما يحدث فيه من تطورات تجد أن أنت محتاج أنك تعزز من قدرة مواردك البشرية ومن رأسمالك البشرية حتى يساعدك وحتى تنتقل من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد يعتمد على الكفاء عندما نتحدث يعني بالثمانينات من الاثنين وثمانين لما ظهر تقرير نيشنات ريسك في الولايات المتحدة ثانت الولايات المتحدة تقول أننا فيه خطر لأن وضع التعليم فيه خطر طبعا ومن الثمانينات بدأ وعي كبير بأننا ننتقل إلى نظام عالمي جديد وإقتصاد عالمي جديد وهناك ستكون قفزات في التكنولوجيا وحققه وانت محتاج أنك تطور مواردك البشرية بتطوير كبير حتى تدخل وتكون عندك قدرة على المنافسة في نظام اقتصادي عالمي اقتصادي عالمي تحكمه منظمة التجارة العالمية وتحكمه قواعد جديدة نعم أوكي وحتى تستطيع تنافس لازم تكون عندك قدرة تنافسية عالية الحقيقة بدأت كل اقتصادات دول الناشئة اللي بلغت الآن وصارت اقتصادات دول الناشئة بدأت بداية بإصلاح هيكلي في نظوم التعليم واستطاعت ان تنتقل من الموارد الى الكفاءة من الغيع الى الانتاج واصبح لها وجود في تقسيم العمل وفي تجارة دولية وغيرها والسؤال اللي احنا دائما يسأل وهذا لا ينطبق فرط على الكويت لا ينطبق على معظم الدول العربية يعني لماذا لم نتمكن من رفع جودة التعليم على النحو المطلوب والحقيقة هناك فريق عمل برئاسة معالي الشيخ ناصر صباح الحمد وفريق العمل هذا معني بتفعيل قوية صاحب السمو لعام لعام 35 وبحثنا كثير هذا الموضوع وطلب مني شخصيا اني اني اقدم دراسة استشاغية في هذا السياق في هذا الاطال وتم البحث الموضوع مع فريق العمل وتقدمت لهم انا برؤية حول كيفية معالجة اوضاع التعليم في الكويت نعم و اعدينا دراسة دراسة عبارة تقدم نموذج اصلاح هيكلي متعمق مبني على السياسات لاحداث نقلة نوعية في ال شاء الله نشوفها من استشارة الى قرار يا رب انا تطلع لانه هذه الدراسة ركزت على اشياء جوهرية حتى البنك الدولي يعني احنا جلسنا مع البنك الدولي نعم اللي هم تعاقد مع وزارة التربية عشان يقدم موضوع تدريب المناهج غيرها من المناهج وجلسنا معهم واتحاورنا معهم وقلنا لهم اذا ظليتوا فقط في هذا الاطار لن يتتحقق الثمار المطلوبة في احداث القفزة النوعية والنغلة المطلوبة في التعليم احنا محتاجين الى منظور اكثر شمولية في التعامل مع القطاع التعليم واداغته والنماذج المطلوب انك تنفذها فيه في علاقة الطالب بالتعليم والمنهج علاقة المجتمع بالتعليم كيفية اداغة القطاع كيفية اداغة العمل نتمنى لهذه الدراسة ان يؤخذ فيها لانه نواد لكل نجاح داخل الكويت دكتور احنا نطلع فاصل وبعد ان شاء الله بكم مستمرين مع دكتور بدر مالالله مدير عام المعهد العربي للتخطيط وماشاء الله شرحت بشكل جميل دور هذا المعهد والاجمل بان من مسكت كمدير عام زادت او زادوا الكوادر الكويتي كان فيه نسبة قليلة ايضا 2% الان شاء الله وصلوا 33% تقريبا نعم هناك استحقاق للكويت يعني الكويت لازم تسفيد من المعهد شلون شجعتهم والله اللي شجعهم نظام العمالة الوطنية نعم لانه العمالة الوطنية تكمل على غواتب الدعم العمالة فالشجعهم بعدين لانه احدثت نقلة نوعية جديدة في بيئة العمل وطريقة العمل وفي مبنى العمل كل هذا احدثت طريقات فكانت جاذبة للكويتين كان يقولولي نمغيم هالمبنى الجيغي الاحمر هذا ونقول شنو هذا ما ندري ايه اوكي لكن الان وانا المشكلة انه زاد الطلب ممتاز يوميا ليش مشكلة انه ما عندك ميزانية يعني في حدود على الميزانية وفي حدود للدرجات وفي طلبات ودي انا يعني استانس لما يونو كويتيين ويستفيدون ويدخلون وعيشون تجربة المحة تجربة المحة تجربة خاصة اوكي فيها 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 ممارسات جيدة وفيها منافسة وفيها ديليفري فيها تقدم خدمات لها قيمة ها لما توصل مثلا انت مؤسسة عندك انت انشأتها لكويت ترسم الخارطة الاستثمارية للامارات اوكي والدير الدين العام بالسودان نعم وتعطي دراسة استشارية للتنوع الاقتصادي في لبنان يعني مؤسسة تستطيع انها قادرة انها تقدم اللي قدمون هذه الدراسات والاستشارات في منهم كويتين في منهم كويتين طبعا في السابق ما كان في كويتين نعم الان في كويتين العاملين في المراكز الاخرى التابعة في مركز المعلومات في مركز المشروعات الصغيرة الان في كويتين في مركز التدريب في كويتيات وعندي انا عندي بعد يعني توجه الى انه نخفض الجندر قاب ولذلك يعني السيدات من الكويتيات عددهم كبير نعم لازم اليوم اليوم بعد يومهم يوم يوم ونت تقللهم دكتور لا 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 يبي يزيدهم يبي يزيدهم ممتازة شوال نعم دكتور تكلمنا عن ويت جوانب تكلمنا عن التعليم تكلمنا عن مشاريع الصغيرة الاستشارات خلنا نتكلم عن اسواق النفط العالمية اسعار البترول قراءتك وين تشايفة لهذه الاسواق وين رايحة الآن في الورد اكنامك اوتلوك فاق الاقتصاد العالمي نعم الصندوق الناقد صحح او عدل شوية في توقعات لنمو الاقتصاد العالمي وكانت توقعات انه في معظم مقاليم العالم بما فيها الاقتصاد الامريكي كانت توقعات متفائلة ويعني كان يرتفع التوقعات الى انه العام هذا 2017 انه الاقتصاد العالمي ينمو ب3.5 3.5 وهذا ما يعني انه تعافى كثير الاقتصاد العالمي جميل وسجل من 2016 سجل التقدم بعد الازمة ونتائج الازمة المالية والاقتصاد العالمية اذا الاقتصاد العالمي يتعافى وكل هناك هناك ايضا توقعات اكثر تفاؤل لعام 2018 وهو الحجر الاساس في قضية الطلب على النفط وعندما نلاحظ الان الان النفط الان يتعافى تدريجيا ولكن ببط ويرتبط بالاتفاقات التي تتم بشكل خاص في اتفاق تخفير المحافظة على مستويات منخفض الانتاج في إطاغ والأيام الماضية تم تعزيز العمل بهذا الاتفاق وسوف يستمر اضف الى ذلك انه حتى الان المستويات النفط الاسعار الحالية ليست محفزة لزيادة الاستثمار في النفط الصخري فهي ايضا مغشحة للارتفاع بما يبعث على التفال انه احنا قد نستقر في اواخر الخمسينات وبداية الستينات دولار يعني مع عام 2018 وهو قريب من السعر التوازني للميزاني يعني متفائل والله يبشر كسين هذا التفاول عالمي هذا التفاول العالمي لانه تشوف اسعار النافط وهذه الاسعراتيجية البعض يرى انها تتحكم فيها اسباب العوامل سياسية انا لا امين لهذا شي العوامل السياسية لها دور ولها تأثير انما كذلك العوامل الاقتصادية والطلب على النفط المتولد من النمو الاقتصادي العالمي هذا طلب هذا قضية مهمة لاحظ النمو الاقتصادي التوقعت في الهند في الصين في اليوروزون كلها تحسنت ولما يتعزز النمو الاقتصادي ومدفوع مثل ما قال صندوق النقد الدولي بالصناعات التهويلية اوكي وبالتجارة العالمية هذا يعني انه اسعار النفط تنشط اكثر تنشط اكثر ومغشحة للارتفاع نأمل لكن ما ينبغي انه ركز عليه وينبغي ان يعني ناخذ من الدروس والعبر انه احنا وشأننا شأن معظم الدول المنتجة لنطر التي تعتمد على النطر بشكل اساسي انه ينبغي ان نبحث عن مصادر اخرى ينبغي ان نضبط المالية العامة نضبط ان نشجع القطاع الخاص ليستطيع انه يخلق فرص عمل ويتحول الى شريك حقيقي يساهم في النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل ودكتور عفوا شنو خفف العباء الدولة وهذا شي طبيعي يعني وبشرطنا لبشرك بالخير ان شاء الله لكن شنو اخر تقرير حاليا يعمل عليه المعهد العربي للتخطيط الآن احنا نقدم عدة دراسات استشارية منها دراسة استشارية خاصة في الادارة العامة الحكومية ايضا بناء على طلب فريق تفعيل حضرت صاحب السمو كيفية نقل الادارة العامة الكويتية والتي هي ادارة تعاني من مشاكل تراحل الى الى ادارة تنموية قابلة و فايابل يعني عندها القدرة المدعمة بالقطع الخاص لانها تتحول نحو الاشراف ورقابة لانه هذي اذا تنتقل للاقتصاد السوق ينبغي ان تحدث هذه النغلة كيف تحدث هذه النغلة هذا هو السؤال الكبير اللي قاعد نحاول انجاوب انجاوب في هذا في اطار التقرير السنوي اللي نصدره اللي نصدر عادة في نماذج ركزنا في هذه المغلة على نموذج في غاية الاهمية وهو يتعلق بالتنوع الاقتصادي ذلك انه معظم الدول الان تتجه للتنوع الاقتصادي وذلك لمخاطر الاعتماد على مصدر واحد سنقدم هذا النموذج في تقيقنا القادم ان شاء الله لكل الدول العقبية موفقين يا رب الله يحب دكتور خلنا نتكلم عن افدارك الخاص لكتاب واللي مثل ما فهمنا منك انه صدر اليوم شنو هذا الكتاب اليوم خلص المطبعة اليوم خلص المطبعة نقول مبروك وشاني بتلنا نسخ يا دكتور اش دعوة ان شاء الله حاضر عن شنو الكتاب هذا يا دكتور كتاب عن شخصية لها مكانة في المجتمع الكويتي وفي الكويت وكانت لها دور وكان الله يرحمه رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخارق الله يرحمه وهو شخصية كبيرة لها مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين ويمكن قلبك انت بالذات وكانك كنت قريب منه كنت قريب منه وتربطني في علاقة خاصة واثر كثير في حياتي وعيضا عندما رحل رحمة الله عليه كان فراغة كبيرة في حياتي فظليت السنوات القليلة الماضية أدون في سيغته وهذه لها جانبين الجانب الأول أن الشخصية تغيية تغيية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بكل الجوانب بكل الجوانب يعني أوكي هذا الإنسان أنا أحبه وأدره وعشت معه تجربة حلوة لما كان عندي خاصة في حياتي وش اسم الكتاب؟ اسم جاسم الخرافي آبا شاء الله قوي لسم وأهمية هذا الكتاب أنه يمر في مراحل اللي مر فيها المرحوم جاسم الخرافي ليستقي منها ويستخلص منها العبر هي ليست سيرة ذاتية والدروس هي أكثر من سيرة ذاتية هي محاولة استقراء تجربة إنسان ثرية تعرف المرحوم أبو عبد المحسن اشتغل بالقطاع الخاص اشتغل بزارة المالية في فترة مهمة نعم وكان داعم لتنشيط الاقتصاد وهو من قاد عمليات التصحيح في الاقتصاد العربي وفي العمل العربي المشترك وكلها نعاصرتها دخل صار رئيس مجلس الأمة قدم نموذج لما صار كان رئيس مجلس الأمة قدم نموذج نموذج في دور الرئاسة في فلسفة الرئاسة في فكر الرئاسة ولذلك الفصلين الأخيرين من هذا الكتاب هما عبارة عن قراءة في الفكر السياسي والمؤسسي لرئيس جاسم النخافي رحمة الله عليه بعد ما تمر الفصول كلها في مراحل حياته وتأخذ منها دروس والعبر شو أكتنا؟ شاب؟ بالضبط أنا أقول لك المفروض أن أولا ما يطلع كلنا نصيب من هذا العمل دكتور أيضا عرفنا أن لك علاقة قوية مع القراءة ماذا تقرأ يا دكتور؟ والله أقرأ بس أنا قراءاتي يعني بالإضافة للقراءات تصل بالعمل قراءاتي ما لها علاقة بالعمل نعم أنا بهذه أنا أقرأ كثير بالتراث وأقرأ كثير بالفلسفة العربية الإسلامية وتستهويني الفلسفة العربية الإسلامية في الأندلس وبشكل خاص بن روشت يعني وأكاد أكون حافظ تاريخ الأندلسي أي من محبين أسبانيا والأندلس والأندلس بالذات الدولة العربية وزرتها؟ الإسلامية في الأندلس أو في كتيخ طبعا نعم وطبعا لأنه كانت ممكن أعظم دولة نعم شهدها التاريخ الإنساني في العشر الأواء في نهاية العشر القرون الماضية نعم ونجازاتها كانت كبيرة وبالفقه وبالتراث بالفلسفة بالطب بالفن بالفن بالفلك وكانت يعني منارة اللي استفادت منها أوروبا استفادت أوروبا كثير منها وفي كل مرحلة من مراحلها يعني شخصيات شخصيات يعني من الخلفاء الأمويين وكل واحد أدى دور كبير وبشكل خاص مثلا الخليفة عبد الرحمن الناصر وابن الحكم المستنصر بالله وثم محمد بن أبي عامر هذه الشخصية العملاقة متعمق جدا تستهويني القراءة في التراث وفي التاريخ لمن لم يقرأ التاريخ في سره لم يدري حلو العيش من مره ومن قرأ التاريخ مرة أضاف أعمارا إلى عمره دكتور أيضا بعد عندك مو أمور شخصية لكن معروف عنك من أنت شخص جدا دقيق وتحب الترتيب وتدخل حتى بالديكور والغريب أن أنت ما علقت على ديكورنا ديكوركم جميل ما قلت ما قلت ما قلت ما سمحت ما سمحت الوقت لكن ديكور جميل وستوديو منسق بشكل حلو الله يسلم ويدعجبني الله يسلم لأنكم من تنا سهل ذوق الله يعزيك هل أنت فعلا دقيق جدا في أعمالك يقول لك لغ شوية قنفة متحركة شي راح يقول صج هذا تبصج إذا بصج والله الصج لو أشوف صوغة شوية من عوجة أتضايق هذا وسواس دكتور ما غدية شي تسمي لا يسمونه موسواس بالضبط هذا أحب الكمال تايب اي فرسناليتي هذا وسواس بعد وهذا محمد تايب اي فرسناليتي يعتبر من المعذبين في الأرض لأنه يبحث عن الكمال دائما قلق في هذا الحياة ترى الحال من بعض وكلما تحاول تبحث في هالحياة تحاول أن تستزيد من جانب تقرأ في الفلسفة تحاول أن تستزيد بالشعر تقرأ بالشعر تحاول أن تستزيد بغيواية وكلما تطلع كلما تفتشف أنك جاهل أكثر الله بالعكس ما شاء الله يعني علم كبير ورجو المخضر في كل مجالات كل الشكر لك دكتور بدر أثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط على هذا اللقاء وشكرا على كل الأمور أيضا الشخصية التي شاركتنا فيك الله يبغي ما قصرت شكورين أنت على استضافتي وأنا تشغرفت الحقيقة وسعيد يعني ما توقعت أني أكون سعيد في هذا اللقاء الله يسلم شرفتنا وآنستنا الله يبغي شرك بعد الفاصل إن شاء الله راح تكون معنا الدكتورة فاطمة العبدلي موسيقى موسيقى موسيقى